بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن عشبة الأوراس أو الأوريس أو الحريقة فوائد عشبة الأوريس التي تغنيك عن الطبيب الأوراس أو الأوريس هو أحدى النباتات التي تنتمي إلى فصيلة القراسيات وتتعدد فوائد عشبة القراس للجسم بشكل عام ويطلق عليها قسم الحريق لأنه يلسع كل من يقترب منه ويلمسه كما يعرف أيضا باسم العلاج الشعبي لشعبيته الواسعة في جميع أنحاء العالم حيث أنه يحتوي على عدد كبير من الفوائد الصحية سوف نشرح لكم كل ما يخص عشبة القراس وفوائده الصحية العظيمة وطرق استخدامه للحصول على فوائده الصحية والجمالية أيضا ما هو القراس؟ ينمو نبات القراس إلى أن يصل ارتفاعه من متر إلى مترين خلال فصل الصيف ويحتوي على جذور صفراء اللون يحتوي نبات القراس على شعر ناعم ورقيق جدا حول الجذع والأوراق وهذا يتسبب في اللسع عند لمسه ولذلك تم تسميته بالقراس ولكن يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد من اللسع فأن أوراق نبات القراس والجذور والبذور والأزهار تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية والتي تحمل العديد من الفوائد للجسم والصحة والحقائق الغذائية للقراس فأنه يحتوي نبات القراس على كميات كبيرة من فتامين A وC وD وK ويحتوي نبات القراس على كميات كبيرة من فتامين B ويعد نبات القراس مصدرا ممتاز لكل من الحديد والبوتاسيوم والمانغنيز والكالسيوم والماغنيزيوم والفسفور والسيليكا واليود والسيليكون والسوديوم والكبريد وأيضا كميات كبيرة من البروتينات والأحماض الأمينية ويحتوي أيضا على كمية منخفضة من السعرات الحرارية والدهون ويعد نبات القراس مصدرا جيدا للكروفيل والتانين وفويد عشرة القراس للصحة كثيرة وعديدة حيث يحتوي نبات القراس على كميات كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الهامة للحفاظ على الصحة والتي تساعد على علاج العديد من الحالات المرضية المختلفة يساعد نبات القراس على علاج ألم التهاب المفاصل حيث يحتوي نبات القراس قصائص قوية مسكنة للألم ومضادة للالتهابات التي تجعل منه علاجا ممتازا لعلاج حالات ألم المفاصل كما أنه يساعد على علاج الأمراض الأخرى التي لها صلة مشتركة مثل الروماتيزم والنقرص والتهاب الأوتار إن التبليك الموضعي للمفاصل بعصير نبات القراس أو زيت نبات القراس يساعد على التخفيف من الألم كما يساعد شاي نبات القراس عند تناوله عن طريق الفم على تخفيف الألم أيضا ويساعد القراس على علاج تضخم البروستاتا الحميد حيث يدخل نبات القراس في صناعة الأدوية التي تستخدم لعلاج تضخم ورم البروستاتا الحميد وغيرها من الأمراض الأخرى المتعلقة بالبروستاتا على الرغم من أن الدراسات وجدت أن نبات القراس لا يقلل بشكل فعال من حجم البروستاتا المتضخمة بالفعل إلا أنه فعال في الحد من وعلاج هذا المرض في مراحله المبكرة عندما تبدأ الأعراض في الظهور ويساعد نبات القراس على وقف نمو الخلايا وتقسيمها حول المنطقة كما أنه يساعد في تحسين الصحة العامة لبروستاتا ويساعد نبات القراس على علاج التهاب المسالك البولية لأنه يحتوي على خصائص مدر للبول فهو يساعد على زيادة عدد مرات التبول ويتم استخدام نبات القراس في علاج عدوى المسالك البولية وعدوى المثانة وغيرها من المشاكل البولية التي تنتج عن تجمع حصل الكلا والمثانة لأنها تكسر الأحجار إلى أحجام صغيرة وتخرجها مع البول كما أنه مفيد أيضا في علاج حالات الإسهال والدوزنطارية ويساعد القراس على الحد من أعراض الحساسية حيث تستخدم أوراق نبات القراس لعلاج وتخفيف الحساسية ويعتقد أن تناول أوراق نبات القراس قبل الوجبات يمكن أن يعالج حساسية الطعام حيث يحتوي نبات القراس على خصائص قوية مضادة للهستامين الذي يوجد في الجسم وتعمل أيضا ضد التهاب الأنف التحسسي وهذه الأوراق مفيدة أيضا في علاج حالات الحساسية الموسمية وحم القش والسعال والعطس وأزمات الربو التنفسي نبات القراس أيضا يعمل على تحفيز الرغبة الجنسية فيعمل كمحفز جنسي لأنه يزيد من مستوى هرمون أتيستو ستيرون كما أنه يساعد الجسم أيضا في الاحتفاظ بهرمون أتيستو ستيرون لفترات أطول وهو علاج فعال أيضا لتحسين وتحفيز الدافع الجنسي ويعمل القراس على وقف حالات النزيف من المعروف أيضا أن نبات القراس يحتوي على خصائص قابضة قوية تعمل على منع وعلاج حالات النزيف كما أنه يساعد في حالات النزيف الداخلي مثل الطمث المفرد والنزيف المهبلي والبواسير ونزيف الرئة والمعدة كما أنه يساعد في وقف حالات النزيف الخارجي مثل نزيف الأنف والقراس يساعد على علاج حالات فقر الدم تستخدم أوراق نبات القراس لعلاج حالات فقر الدم الأنيمية لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الحديد فنبات القراس معروف أيضا بخصائصه التي تساعد على تنقية الدم إن تناول وعاء من حساء نبات القراس بانتظام هو علاج جيد لحالات فقر الدم كما أنه يساعد أيضا على تخفض مستويات السكر في الدم والقراس لعلاج المشاكل النسائية ينصح للمرأة بأن تتناول مستخلص نبات القراس بانتظام فهو ليس فعال فقط للبشر والشعر ولكنه أيضا يساعد في منع وعلاج العديد من المشاكل المرتبطة بالنساء حيث يساعد نبات القراس في التخفيف من آلام الدورة الشهرية بالإضافة إلى أنه يساعد في الحد من آلام قطاع الطمث كما أنه يساعد على تسهيل عملية الولادة كما أنه مفيد للنساء المرضعات لأنه يزيد من كمية حليب الثدي والقراس يمتص الدهون الغذائية حيث يحتوي شاي نبات القراس على المركبات المضادة للأكسدة ويحتوي على مركبات أخرى مفيدة للصحة التي تساعد على انتصاص الدهون الغذائية التي توجد في الدم هذا يساعد على الحفاظ على مستويات الكوريسترول في الدم ويساعد على منع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحمل قراس الحمض النووي الـ DNA من التلف تساعد عاداتنا الغذائية المتنوعة الخاطئة على إدخال السموم إلى أجسامنا ويمكن لهذه السموم أن تعمل على تدمير الحمض النووي الـ DNA والأخشية الخلوية وتعمل المركبات المضادة للأكسدة التي توجد في أوراق نبات القراس على إزالة هذه السموم من الجسم حيث أنها تعمل على محاربة الجذور الحرة وتساعد على حماية الحمض النووي الـ DNA والأخشية الخلوية بالجسم والقراس أيضا يحد من ألام العضلات حيث تحتوي أوراق نبات القراس على بعض المركبات التي تمتلك خصائص شفائية ومجددة رائعة وتعد أوراق نبات القراس مفيدة للأشخاص الرياضيين حيث أنها تساعد على علاج آلام العضلات بعد القيام بعمل مجهود عضلي كبير أيضا القراس لعلاج اضطرابات المسالك البولية فتساعد أوراق نبات القراس على علاج اضطرابات حالات المسالك البولية حيث أنه يحتوي على بعض المركبات التي تساعد على إخراج السموم من الجسم وتساعد على زيادة الدعم وتأثير الأدوية التي تستخدم لعلاج اضطرابات المسالك البولية وأيضا القراس لعلاج سرطان لبروستاتا الحميد فأوراق نبات القراس فعالة في علاج سرطان لبروستاتا الحميد الذي غالبا يصيب الرجال البالغين وقد كشفت الاختبارات المعملية على الحيوانات أن شاي نبات القراس يمكن أن يبطئ من تطور مرض سرطان لبروستاتا على الرغم من أن تلك الاختبارات لم يتم تنفيذها على البشر فإن نتائج الاختبار على الحيوانات كانت إيجابية والقراس أيضا كعلاج وقائي للعديد من الحالات الصحية يحتوي كوب واحد من نبات القراس على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز الصحة ويوصي الأطباء به كعلاج واقي ضد نزلات البرد والإنفلونزا عند تناول مغلي أوراق نبات القراس في الماء ويمكن أيضا أن يحسن من مناعة الجسم ويحافظ على العديد من الأمراض فوائد القراس الصحية العامة نبات القراس مفيدة لنظام الغذد الصماء وأوراق نبات القراس مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة والمعادن والبيتيمينات مما يجعلها مضادة للورم وتساعد في علاج أمراض الأورام وأوراق نبات القراس مفيدة في علاج الإضطرابات العصبية مثل عرق النسى والألم العصبي ويساعد نبات القراس على تحسين الدورة الدموية ويساعد أيضا على تحفيز الغذد الحضمية ويساعد في علاج مشاكل عسر الهضم والغازات في البطن وأيضا في صناعة غرغرة الفم لعلاج التهابات الفم والحنجرة وأيضا ومهم جدا أنه يستخدم لعلاج مرض الزهايمر ويساعد في علاج حالات الاحتقان والسعال والتهاب الشعب الهوائية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة ويساعد أيضا وبشكل كبير على قتل الديدان المعاوية والطفيليات والمضمضة بمياه نبات القراس يعمل كمضاد للبكتيريا ويمنع التهاب اللثة ويساعد على علاج أمراض اللثة الأخرى وتساعد أوراق نبات القراس أيضا على تحسين المناعة ويساعد على علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم حبيبنا حتى لا نطيل عليكم سنكتفي بذكر هذه الفوائد الصحية بشكل عام وإن شاء الله في الفيديو القادم سنتحدث بالتفصيل عن فوائد القراس للبشرة والشعر وكثيرة وطريقة استخدامه وطرق استعماله من الداخل والخارج حبيبنا ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع للإستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله وبنشكركم جميع مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا ومنرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته